اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا وحبيبنا محمد ازايكو يا حبيب عاملين ايه في فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكو حلو بارد مع ان ادواته بسيطة وخطواته سهلة جدا لكن يستحق التجربة يعني حاجة كده منعشة وفي كمة الجمال وطعم بقى حاجة خطيرة وفي كمة غزائية كبيرة وحاجة كده يعني الاطفال يحبوها والكبار يحبوها وحاجة سهلة وبسيطة وشكلها الوحده يغري الاطفال يخليهم يكلوها حتى الاطفال اللي ما بتحبش اللبن احنا دخلنا لهم اللبن بصورة كبيرة فيها وهيكلوا لما يدبستوا منها ومش هي يعني يقرفوا من اللبن طبعا مقادرها بسيطة وطريقتها ابسط وحاجة كده في منتهى الخيال وبدون فرن وبدون جهد وفي ثواني هنعملها وفي ثواني هنأكلها وما بتاخدش معانا وقت خالص وطبعا يعني شيكتها الوحدها غنية عن الكلام يعني ما شاء الله عليها لذيذة وطعمها جنان غير شكلها اللي احنا شايفينه دلوقتي الطعم حاجة تانية خالص طبعا احنا هنعملها زي ما احنا حابين نعملها نعملها يعني ممكن انا عاملة طبقتين اتنين كسطر وطبقة شوكولاتة وطبقتين بسكوت عايزة تزاودي طبقات قليلي طبقة اللي عجبك ممكن تعمليه احنا بنكطر الكيمة الغذائية فيه على قد ما نقدر عشان يكون مفيد لاطفالنا فيه اطفال كتير من عندنا مقرفين او طريقة اكلهم مش كويسة فبالطريقة دي هيحبوا اصلا الالبان ويحبوا الاكلات المفيدة نبدأ كده ونسمي الله ونجيب مقادرنا هيكون عندنا كيسين اتنين بسكوت احنا هنستخدم كيس واحد دلوقتي والطبقة التانية هنعمل لها كيس تاني يعني كل طبقة هتاخد معانا كيس اي بسكوت شاي انت بتستخدميه بس يكون كيس كبير وننزل كده بكيس البسكوت اللي معانا في الكبه بتاعتنا وطبعا الكبه تكون نضيفة ومنشفينها كويس ونبدأ كده فرم فين النعامه خالص والخطوة دي مهمة الاول يعني ماينفعش هحط مكوناتي كلها على بعض واقول سهل الوقت لأ لازم انا نعمل بسكوت وانزل عليه بمعلقتين اتنين سمنة او زبدة المتوفر عندك واكمل ضرب فيه بحيس السمنة تغلف كل البسكوت وبعد من خلاص تأكدت ان السمنة تغلفت كل البسكوت اللي معايا انزل باربع معالق من اللبن اربع معالق بس على كمية البسكوت اللي معايا بحيس يكون مايبقاش يعني يضوبك يبقى مزك في بعضه مايبقاش عامل زي العجينة وكده تكون خلاص تأكدت ان هو اتضرب وكله المكونات تقلبت مع بعض على بعض واقوم نزل بهم كده في اي حاجة عندي هستخدمها اي صانية عندك هو كده كده ما بيدخلش الفرق يعني احنا كده هو يضوبك هيسقع بس وهنقدمه طبعا انا نزل عليه كده بطته باي حاجة عندي اي حاجة عندي اي اي اكون حده اتكى بيه ان انا اساوي الطبقة الاولانية اتبقى كلها متساوية وقضي بعض كده تكون الطبقة الاولانية خلصت هنبتدي بقى في الطبقة التانية عبارة عن كباية من الكسطر كباية من الحليب وثلاث معالق من السكر وطبعا السكر حسب الرغبة اللي انتي عايزة تقليلي تزودي براحتك ومعلقة من الكسطر كل ده على البارد وقلب كل المكونات معايا على بعض واخدهم وارح بهم على النار ارفحهم على النار حوالي 3 دقيقة وانا واقفة طبعا تقليب مستمر بايديه في النار عشان خاطر بس الكسطر طبعا هيلم معانا بسرعة فلازما ايدينا فيه لحد ما يأول ما نحس انه خلاص تقل كده وامطفي النار واروح بتاني على البسكوت اللي معايا تمام لحد كده الخطوة دي تمام ونبدأ كده نحط الكمية اللي معانا كلها طبعا ونخلي بالنا عشان ما نقلبش الخليط بتاعنا او نبوز طبقة البسكوت نخليهم مختلطين ببعض لازم نعملهم طبقات بالراحة خالص وكده اكون فردتها اركينها بقى وابدأ اعمل الطبقة الثالثة هتبقى عبارة عن كوبايتين من الحليب و 3 معالق كاكاو خام غير محلة و 3 معالق سكر او 4 معالق سكر على حسب الرغبة يعني تزود تقليلي براحتك السكر ده حاجة اختيار ومعلقة كبيرة النشا معلقة هرامية كله على البارد وبرده اروح ابيع النار ارفعه على النار على طول اول ما حس ان الخليط بتاعي دي فيه مستناش لما النشا تربط اول ما يدفع اي اكون معايا قطعة من الشوكولاتة انزلها فيه وطبعا النقطة دي اختياري لو مش حبق او مش عندك شوكولاتة ممكن نستغنع عنها بس احنا دلوقتي بنزود بس الكيمة الغذائية بتاعته وبنخلي الخليط بتاعنا غني شوية مش عندك او مش موجود شوكولاتة مش مشكلة مش هتفرق بس هي يعني ايه زي ما قولت بتفرق بس ان احنا بنزود الكيمة الغذائية بتاعته وخلاص كده يتقل معايا ابدأ هنا طبعا واصبه على الكسطر واهم خطوة دي ما ينفعش انزل بالخليط كده مباشرة على الكسطر بتاعي انزل بيه على معلقة او على اي حاجة عشان خاطر ما ينزلش مرة واحدة يبوز الكسطر او يبوز اللي انا عملا يعمل فحرة او حاجة في الصينية بتاعتي واسويها كده كويس وطبعا كل حاجتي انا بعملها في نفس الوقت ما بسيبش حاجة تسخن وارجع اي تاسب تبرد قصدي واجه عمل يعني الكسطر لسه مكانش برد عملته فوق الشوكولاتة الشوكولاتة لسه سخنة زي ما هي والدخان طالع منها اعمل الطبق الرابع اللي يبتع البسكوت طبعا البسكوت هنا انا هضربه بس في الكبه وهستغنى عن السمنة واللبن ليه استغنت عن السمنة واللبن عشان مش عايزة يبقى دسم او مش عايزة يبقى سمين هو كده كده الكاكاو او طبقة الشوكولاتة البسكوت هيلزق فيها طبيعي وهنرجع نحط فوقها كسطر فهيلزق من فوقه من تحت فمش هخاف منه خالص البسكوت حابة تزاودي مع لقتين سامنا وتعملي نفس الخطوة اللي عملتها في الاول ده براحتي بس انا هنا دلوقتي انا مش عايزة ازود كمية الدهون فيها عايزة تحط انتي حطي مش هتفرق براحتي يعني دي حاجة اختياري كده خلصت ايه اول اربع طبقات اللي هو البسكوت والكاستر والشوكولاتة والبسكوت تفضل بقى الكاستر تاني المرة دي هنعمل كاستر بس كمية اكبر يعني مش كوبية واحدة لبن كوبيتين من اللبن على معلق تاني اتنين كاستر على ست معالق سكر وخلاص كده نرفع على النار اول ما يمسك نفسه هنجيبه تاني ونحطه عصانية بتاعتنا وخلاص كده خلصناه طبعا ده تزيين براحتك عايزة تحط يبسكوت من اللي احنا كنا حطينه تحت على الوش شكل ما تحبي ممكن ترسيم يعني كده خلاص جهزت معي احطه بقى في التلاجة حوالي ساعتين اتنين او ثلاث ساعات على حسب التلاجة او الدرجة الحرارة عندك وخلاص بعد ساعتين اتنين بتكون خلاص بالشكل ده وابتدأ الطاحة زي ما انا عايزة والشكل اللي انا حباه ما شاء الله عليها يعني شكلها وطعمها حاجة جنان ويا رب تكون طريقة النهاردة تكون سهلة بالنسبالك وتكون عجبتكو ويا ريت لو عجبتكو ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب لقناتي عشان نعليتنا تكبر بيكو اكبر واكبر ولو حد عايز حاجة او عايز يطلب اي حاجة ياريت ما يتأخرش في التعليقات وانا من عناية الاتنين اي حاجة تعزوها عاملها لكم على طول باذن الله طبعا يعني شكلها ما شاء الله وطعمها احلى واحلى وحاجة كده مفرحة وحاجة يعني ما شاء الله عليها الاطفال يعني كانوا حبينها جدا ما شاء الله عليها وشكلها شيك ولذيذة وطبعا تفرق في التقديم ممكن نقطعها على هيئة مسلسات براحتك نحط عليها بسكوت او زي ما انا كنت حطة في النص كده على كل قطعة حت قطعة بس شوية بس طبعا وهي لسه سخنة قبل ما تبرد عشان البسكوت بيمسك فيها يعني وهي سخنة البسكوت هيمسك فيها مش هيقع من عليها انما لو استنينا ما تبرد خلاص كده البسكوت مش هيزبت وهيقع ويكون شكلها ده في النهاية وطعمها حكاية والله الطعم حكاية اريت لو عجبتكو طريقة النهاردة ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب لقناتي عشان اعملكو تاني كل جديد بحبكم في الله احنا مطابعين ومعجبين في الدنيا مع الف الف سلامة